جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي لوزير الخارجية السابق مايك بومبيو لمراجعة سياساته الخارجية أواخر يوليو الماضي شهدت الكشفة ربما بشكل غير متعمد عن صفقة شابه الكثير من الجدل بين واشنطن والإدارة الكردية في شمال سوريا تلك الصفقة التي تطرق لذكرها السيناتر الجمهوري لينزي جراهم تبين لاحقا أنها منحت تفويضا لشركة ديلتا كريسنت انرجي الأمريكية لتنفيذ أعمال استخراج النفط الخام وتصديره خارج سوريا عبر العراق من المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في سوريا وبالتالي تجاوز العقوبات المفروضة على قطع النفط السوري هذا التفويض الذي منحته إدارة البيت الأبيض السابقة جاء بعد تأكيد الرئيس ترامب بنفسه أن القوات الأمريكية باقية على الأراضي السورية لحماية حقول النفط وأنها قد تضطر للقتال من أجل ذلك مع أنه كان قد أعلن سابقا نيته سحبة تلك القوات أما إدارة الرئيس الحالي جو بايدن والتي أكدت أنها في سوريا لأجل السوريين وليس النفط فهي متجهة لعدم التجديد لذلك التفويض الذي انتهى فعليا في الثلاثين من أبريل الماضي ومنحت شركة ديلتا كريسنت شهرا إضافيا لإنهاء عملياتها في سوريا وفق ما كشف موقع المونيتور ووسائل إعلام أمريكية أخرى عن مصادر مطلعة وصفت القرار بأنه تصحيح لمسار السياسة الخارجية الأمريكية في سوريا وليس نسفا للسياسة القديمة بالكامل مجلس إدارة شركة ديلتا كريسنت أنرجي حديثة التأسيس يتألف من أعضاء جمعات ضغط نافذين ومؤثرين في دهالز السياسة الأمريكية ورغم نأي وزارة الخارجية السابقة بنفسها عن دعم الشركة أو تسهيل التفويض الذي حصلت عليه لاستخراج النفط من مناطق الأكراد في سوريا إلا أن تقارير صحفية أشارت إلى أن واشنطن كانت سعيدة بتلك الصفقة التي رأت فيها إدارة رئيس ترامب أنها ستحقق الاستقرار الاقتصادي وستساعد قوات سوريا الديمقراطية على البقاء قوية بدلا من اللجوء والانصياع لضغوط النظام السوري والروسي كما أنها ستسهم في تمويل عمليات قصد ضضاعش وتوفر أموالا طائلة على الخزينة الأمريكية في حين عمقت تلك الصفقة الخلافات مع كل من موسكو وأنقرة وأيضا دمشق ترجمة نانسي قنقر